هناك من يقول بأن الإصلاحات جاءت بعملية قيصرية يعني ما معنى أنها غير مدروسة كفاية تعليقك طبعا كلمة إصلاحات ممكن كبيرة على حزمة القرارات حزمة القرارات هي حزمة بسيطة يعني لا ترقى لك كلمة إصلاحات وقلت لك هي تختص في منح قروء منح يعني منح قدرها 175 ألف لمجموعة 150 ألف عاطل عن العمل ودخال في ورش برشات مثلا قرار توزيع قطع الأراضي ممكن قرار يعني فيه مثلا لكن يحتاج أن يكون عملي دولة العراقية هي دولة معطلة لنفسها فيها قوانين فيها تقاطعات يعني عندنا يقال 27 ألف قانون موروث نافذ وبين تعليمات بين قوانين بين إجراءات وهذا الموروثة من زمن العثمانيين يعني من زمن العثمانيين اليوم لأن القانون لا يلغى إلا بقانون هذه التقاطعات القوانين تتقالك موظف يستخرج القانون المناسب اللي يحميه مقابل يعطل مصالح مجموعة وتتعطل جميع كثير من القرارات ذلك أنا أقول أنه قرار توزيع القطع الأراضي يحتاج إلى جراء أكثر وحتاج إلى حزم أكثر حتى يكون قرار نقدر نعتبر إنجاز ولكن لغاية اليوم هي كلمة فرد على سؤالك أنه الصلاحات هي الحد لان ما كانت الصلاحات ترجمة نانسي قنقر